في حقن موجودة دلوقتي في عراس الناس بتستخدمها بعض الوجبات برضو في اللي هي ديت العراس الميتفورمند ده التركيبة العلمية بتاعتها بياخدوها هل لها رولز أو لها حاجة علشان التخصيص هي مفيش حاجة تثبتت علمياً أن لها أي حاجة للتخصيص هي ممكن تعمل وجع في المعدة وده التركيبة العلمية بتاعتها الميتفورمند بتعمل وجع في المعدة ممكن تساعدني شوية تخلي الواحد يبقى أرفان ما يكلش كتير فالناس يقول لك قال التخصيص لا هل ده لها علاج في مثلا الإنسل رزيستنت أو مقاومة الإنسلين أيوة طب أعرف منين اللي عندي مقاومة الإنسلين لا في أعراض بتبان منها اللي هو بيبقى السوداد في الرقب مبرب لا فيها تحليل ممكن نقدر نعملها هي دي اللي تقولي إذا كان عندي مقاومة إنسلين أو ما عنديش مقاومة إنسلين وتحت إشراف طبي مش أنا عندي مقاومة الإنسلين هب أو ما أخد الدواء لا ما ينفعش الكلام ده الدكتور هو اللي يدوله لأنه ممكن يحصل مضاعفات معا كمان طيب إيه بقى بالنسبة للحؤن اللي موجودة هي ديت أساسا علاج أول ما طلعت خالص بكب اسم تاني وكب علاج للسكر لا أو مع الأبحاث إن هي ممكن تسدد نفس وتقلل في الوزن طلعوها باسم جديد وغاخ التصريح من منظمة الصحة الأمليكية وبتستخدم برا مصر وبتستخدم هنا كمان موجودة هنا في مصر الحؤن ديت وهل ممكن نستخدمها أه بتتاخد فيه تحت الجلد زيها زي حقا الإنسلين بس مش إنسلين ده حاجة تانية خالص بتساعد إن الواحد يسد نفسه جدا مع إشراف طبي مع نظام غذائي حنبتدي تقل في الوزن جدا مين اللي يقدر يديها والجرعات إزاي وواحدة بتاخدها وكده لأنها بتبتدي بجرعة قليلة وبتدي بتزيد شوية بشوية لغاية ما توصل تلاتة ميلي جرام بتختلف من شخص لشخص وعلى حسب الحالة مش أي حد ياخدها طيب دي بالنسبة للأدوة